موسيقى البحرين وتحفيز للقطاعات المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية لمضافة نمو الاقتصاد الوطني فكما قال سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لا حدود للإبداع والابتكار من أجل الوطن والمواطن إنجاز جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات من خلال بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد وبقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإشرافه المباشر على خط الإنجاز لهذا المبنى الحديث والعصري قال سموه إن العمل بروح الفريق الواحد يطفي دائما طابعا مميزا على وطيرة الإنجاز وهو الأمر الذي يتجلى في كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بالسواعد الوطنية المحبة للتحديات والعاشقة للإنجازات إذ أن ما تحقق في بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي يربط العديد من الوجهات حول العالم كما سيسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرحا هاما داعما للقطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية اهتمام وحرص سموه ولي العهد رئيس الوزراء بالمشاريع التي تمس الوطن والمواطنين بشكل مباشر هو أمر يلمس في كافة الميادين التي يوما تلوها الآخر يثبت سموه جدارته في قيادة فريق البحرين نحو القمم فبعد جولته التفقدية في مطار البحرين الدولي وجه سموه بنظرته المستقبلية الفذة ببدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد والذي يوافق اليوم الثامن والعشرين من يناير الفين وواحد وعشرين تقدير من أبناء مملكة البحرين لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرص ومتابعة مستمرة لتطوير القطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية بمملكة البحرين والذي يأتي بدء العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي ضمن أبرز مشاريعه التطويرية وها نحن اليوم نشهد نقلة نوعية لأفاق أرحب في النقل الجوي وتعزيزا لمكانة البحرين في هذا المجال وكل ذلك بفضل السواعد الوطنية المعطاءة التي تتخذ من رؤى جاللة الملك المفدى نبراسا لها ومن قيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين تحقيقا للرؤى كنتائج ملموسة على أرض الواقع